على وقع الأزمات التي تعصف بالعراق تتوالى الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والتي تنتقد العملية السياسية في العراق انتقادات ظاهرها محاربة الفساد وباطنها انتشار الأحزاب من هاوية الانهيار بفعل الغضب الشعبي والصراعات السياسية على المكاسب إحاطة جديدة قدمتها المبعوثات الأممية الخاصة إلى العراق جنين بلاسخارت بشأن الأوضاع المتردية التي يشهدها العراق على مختلف الأصعدة أكدت فيها استفحال الفساد الحكومي وتحوله إلى منظومة كاملة مطالبة بإصلاحات شاملة وجوهرية إلا أن ذلك لم يمنع بلاسخارت من الإشادة بحكومة السودانية التي انبثقت من ذات المنظومة الفاسدة ينبغي أن نكرر أن الفساد في العراق قد تحول إلى منظومة على مر السنين وهذا لا يتعلق بفرد واحد أو بوقائع بعينها الجهود الحكومية الحالية تستحق الإشادة ولسيما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للجمهور وينبغي في الوقت نفسه إدارة تطلعات الجماهير وأذكر بأن التغيير الحقيقي الذي يحدث فارقا في حياة جميع المواطنين سيستغرق الكثير من الوقت هذه الانتقادات تأتي بعد مرور أربعة أشهر فقط على إحاطة مماثلة لبلسخارت هاجمت فيها بشكل صريح لعملية السياسية إذ أقررت رئيسة بعثة يونمي التي تولت منصبها عام 2018 بأن الفساد يمثل سببا جذريا للاختلال الحاصل في العراق ولا يمكن لأي مسؤول سياسي أن يدعي أنه محمي منه محذرة في الوقت نفسه من أن بقاء المنظومة الحاكمة كما هي سيرتد بنتائج سلبية على البلاد ويؤكد محللون سياسيون أنه لا بوادر تلوح في أفق الإرادة الدولية لإنهاء العملية السياسية التي أنشأتها واشنطن ورسخ وجودها النظام الإيراني بينما تطرح أسئلة عديدة عن دور الأمم المتحدة في العراق بعد عام 2003